منتخب انجلترا منتخب اعماره كلها صغيرة في السن عنده مدير فني اه انا شايف ان هو ناجح في اللي كتير جدا من النجوم فشلوا فيه فابيو كابيلو فشل مع المنتخب الانجليزي في الوصول لللي وصله ساوث جيت اريكسون فشل في اللي وصله ساوث جيت ساوث جيت جيه بالصدفة بعد سام والقضية الكبيرة اللي كان فيها تلاعب النتائج فيه الدوري الانجليزي وبالتالي ساوث جيت جيه صدفة وكمان جيه كان فيه علاقة متوترة بينه وبين الجمهور وده بسبب مباراة انجلترا والمانيا الشهيرة في 96 في اليورو اللي انتهت بدربات الجزاء اربعة ثلاثة وكان صاحب اخر رقل الجزاء ضايع للمنتخب الانجليزي هو ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي الحالي عمل انجازين صعد بانجلترا بعد 28 سنة لقبل نهاي بطول الكأس العالم اخر مرة كانت في سنة 90 ايضا خرجوا امام المانيا برقلات الترجيح وفي نفس الوقت نجح في اللي كتير جدا ان هم يوصلوا له كمان بين الاجيال يعني منتكلم على جيل لامبرد وجيررد وفيردناند وروني وباكهم ما عارفوش يوصلوا للجيل الحالي اللي هو معدل اعماره يعني منتكلم على حارس مرمى بيكفورد عنده 24 سنة وعدد مبارياته الدولية 8 فبالتالي بنتكلم على معدل اعمار صغير جدا خبرة دولية صغيرة فبالتالي عندهم طموح عالي جدا مع المنتخب بنتكلم على دالي الي 22 سنة بنتكلم على رحيم السيرلينج 25 سنة بنتكلم على هاريكين 26 سنة او 25 سنة هداف البطولة من هداف الدوري الانجليزي وبالتالي عنده لعيبة اعتقد ان بيب جوارديولا كمان لدور كبير جدا في الكرة الانجليزية مش صدفة الصراحة يعني فيه ناس تقول صدفة وفيه ناس تقول انا بتكلم على 2010 لما كان موجود مع برشلونة ومنتخب اسبانيا طريقة لعبه اللي كان بيلعب بيها نجح ان منتخب اسبانيا يفوز بكأس العالم بعدية هنتقل لبارني ميونيخ ثلاث سنوات مع على ما اتذكر ثلاث سنوات مع البايرن اقدر منتخب المانيا ان يفوز بمطول كأس العالم واللعب زي ما حضراتكم شفتوه كيسبو البرازيل سبعة لما راح للدوري الانجليزي منشستر سيتي اكتر لعيبة موجودة في ادوار قبل النهائي وتمن النهائي هي لعيبة منشستر سيتي اعتقد سبع لعيبة ده النادي رقم واحد اللي بيحتل اللعيبة موجودة في الدور قبل النهائي كمان بنتكلم على توتن هام بنتكلم على منشستر يونيتد فبالتالي البريمير ليج بدأت القوة اللي موجودة تبان عليه في اللعيبة اللي موجودة مع منتخبتها كنا دايما عندنا مقولة تقول ان الدوري البلد اللي عندها دوري جامد منتخبها بيكون ضعيف والسبب بسيط جدا لاعتماد الاندية اللي موجودة في الدوريات على لعيبة مش نفس الجنسية يعني انجلترا هنلاقي ان معظم اللعيبة اللي كانت قبل كده المميزين كلهم اجانب الفترة دي الموضوع بدأ يقل بدأ الاعتماد اكتر على اللعيبة الانجليز وبالتالي منتخب انجلترا رجع تاني كمان دل اندية اللي طلعت زي ليستر سيتي يعني ماجواير اللي بيلعب في قلب الدفاع ده بيلعب في ليستر سيتي بنتكلم في افرتون بيكفورد بنتكلم في لعيبة من سيتي اللي ما عندهمش نجم واحد ففريق عنده مجموعة جماعية بيعتمد عليها فيها انجليز كتير جدا وبالتالي شوفنا المنتخب انجليزي قوي منتخب كرواتيا حدث ولا حرج بنتكلم على مودريتش وراكيتش منزوكيتش كوفازيتش بنتكلم على نجوم كتيرة جدا في منتخب كرواتيا وصباسيتش حارس المرمى من افضل حراس المرمى اللي موجودين في المطولة عنده سبات فعلي جبار منتخب كرواتيا صعد مريتين بضربات الجزاء اكيد يعني سوكيتش كان واحد من الحراس اللي ليهم فضل في صعود منتخب كرواتيا فهتبقى مواجهة اكيد قوية جدا فيها اليقة بدانية عالية فيها لعب كورة هنشوف صرامة دفعية من المنتخب الانجليزي مع حضر للمنتخب الكرواتي هنشوف لمسات فنان من مودريتش اللي بيحاولي حقق ارقام قياسية هنقول لحضراتكم لما نخش على فاقة الاخبار عندنا راكيتش كلام كتير جدا جدا عن كاس العالم